السلام عليكم توجد الجالية الآن أمام قوانين مركزية وأخرى محلية تمنحنا الحق في التدين بديننا الإسلامي وتطبيق طقوس عيشنا ومماتنا كذلك وأذكر القانون العضوي الإسباني لحرية الأديان المنشور في 5 يوليوز 1980 من خلال المداجج ينص أنه لكل شخص الحق في الدفن اللائق دون التمييز لأسباب دينية في كتالونيا كذلك النظام الأساسي للحكم الذاتي اللي هو الاستاتوات الدونومية ينص في المدى 40 على ضرورة تعزيز المساوات بين المواطنين بغض النظر عن خصائصهم ومعتقداتهم الأخلاقية والدينية كما في المدى 42 يحط على التعايش الاجتماعي والثقافي والديني والحق في حرية الأديان في هذا الإطار نخبر الرجالية المسلمة أنه لا داعي لجمع التبرعات لدفن فقراء المسلمين المتوفيين جراء فاجعة كورونا لأن بكل بساطة المصالح الاجتماعية دي البلديات تتكلف بكل مصارف كما هناك خلية للمتابعة شكلها المركز الإسلامي التقافي الكتالاني المعروف بمسجد القلوت ببرسلونة لمساعدة المسلمين على الاتصال بالمصالح الاجتماعية والبلديات للتنصيق معهم عند الحاجة وقد تمكنوا بعون الله بالإشراف على دفن العديد من الإخوان ولهذا فإننا نؤكد على الإخوان تجنب الحملات دي الجمع الأموال لأن الدولة الإسبانية كفيلة بدفن جميع الفقراء من أي ديانة كانوا وشكرا لكم